الاستثمارات الجديدة والبحث عن الثروات الطبيعية هما قرة عين الشركات الأمريكية والأوروبية فيما أفريقيا باتت المكان الأمثل لتعويض تراجع الموارد الحيوية بعد الفوضى والتأزم اللذين نجمع عن خرب أوكرانيا وتدعياتها الكارثية على الاتصادات الغربية قمة أمريكية أفريقية هذا الأسبوع تريدها واشنطن مدخلا لأداء دورها المحوري في القارة الغنية فيما كانت بريطانيا الأكثر وضوحا في رسم أهدافها التي تتلقص في النظر إلى ما هو أبعد من حلفائها التقليديين لتطوير شركات مع دول ناشئة يزداد نفوذها في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية دول ستكون مستقبل العالم في مجالات متعددة في العقود المقبلة ستتجه المنافسة نحو الصراع على الحصص في الاقتصاد العالمي واشنطن عبر القمة المزمع عقدها ترى وجوب العودة إلى مسرح أفريقيا حيث يغثر المتنافسون وتتصاعد الفرص وتتغير أحجام اللاعبين وأدوارهم لتأمين اختراق في القارة الغنية بمواردها بدأت الدبلوماسية الغربية بتقديم الإغراءات طارة بوعود الاستثمارات وأخرى بإطلاق فقرة حصول أفريقيا على مقعد في مجلس الأمن الدولي وتمثيل الاتحاد الأفريقي رسميا في مجموعة العشرين ولتأمين إقامة سد في وجه الصين وروسيا تخطط واشنطن وأوروبا لإطلاق مواجهة واسعة النطاق ولسيما أن بكين أسست لعلاقات اقتصادية وطيقة بعدد من الدول الأفريقية الأساسية وتستثمر بمبالغ ثائلة بينما عززت روسيا وجودها على نحو كبير وتقيم علاقات وثيقة مع بعض العواصم ولسيما تلك التي قررت القطيعة مع فرنسا أو التي امتنعت عن إدانة العملية الروسية في أوكرانيا في مطلع أذار مارس والمساهمة بأصواتها في قرار الأمم المتحدة الذي يدين غزو أوكرانيا وهي نقطة توتر بارزة مع الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر